السلام عليكم منتخب فلسطين يقتنص فوزا مثيرا من بن جلادش في تصفيات كأس العالم الفين وست وعشرين أقود نص منتخب فلسطين فوزا مثيرا من مضيفه منتخب بن جلادش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على ملعب بأشون دهارا كيونجس الريونا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائية كأس العالم الفين وست وعشرين وكأس آسيا الفين وسبع وعشرين وسجل هدف منتخب فلسطين اللاعب مشيطير رمانيني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة من تسديد سكنت على يسار حارس منتخب بن جلادش وكان عميد محاجنة لاعب منتخب فلسطين قد تعرض للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة بعد حصوله على بطاقتين الصفراوين ويحتل المنتخب الفلسطيني وصافت المجموعة التاسعة برصيد سبع نقاط خلف استرالي المتصدر برصيد اثنى عشر نقطة بينما بقي منتخب بن جلادش برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع والاخير وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة